انسجاماً مع الشعار الذي أطلقه الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال حملته الانتخابية بأن أمريكا عادت إلى المسرح الدولي جدد خلال كلمته الافتتاحية في أعمال القمة من أجل الديمقراطية التأكيد أن تجاه العالم نحو العقد المقبل تحدده خيارات الدول العالم اليوم يقف عند نقطة تحول أمام التاريخ وخياراتنا تحدد تجاه العالم نحو العقود المقبلة تحقيق الديمقراطية أمر صعب لكنها السبيل لحل المشاكل القمة التي تصدفها واشنطن افتراضياً بمشاركة أكثر من مئة دولة استبعدت عنها روسيا والصين لتفادي أي انتقادات داخلية والاسترداء الداخل الأمريكي بعد إخفاق إدارة بايدن في الملفات الداخلية التي تمس حياة المواطن الأمريكي ندعو إلى الإفراج عن السجناء السياسيين ومراقبة المحاكمات وفي جميع البلدان بغض النظر عن علاقتنا بها ونعمل على ممارسة ضغوط فعالة عليها من خلال المؤسسات المتعددة الأطراف مثل مجلس حقوق الإنسان ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا غابت الدول العربية عن القمة باستثناء العراق لتفادي أي انتقاد قد تتعرض له الإدارة الأمريكية بسبب ملفات حقوق الإنسان أو إحراج علاقاتها مع تلك الدول وتأتي هذه القمة في ظل مناخن يشكك في صدقية أمريكا إثر حالة العنصرية القائمة ضد الأقليات والمهاجرين والتراجع عن الأسس والأبعاد الديمقراطية بعدم اعتراف شريحة من الأمريكيين بنتائج الانتخابات الرئاسية وبرغم خبرة الرئيس بايدن في الشؤون الخارجية تواجه إدارته حالة من عدم الفاعلية في حل الملفات الخارجية ولا سيما تلك المرتبطة بروسيا والصين ما يبقي منسوب التوتر مرتفعا محمد كريم واشنطن الميادين